سلام لبنات انتمنى تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة اليوم جبت لكم وصفة اقتصادية 100% ويحبوها كامل كبار وصغر صدقوني البنات انا حذرتها منا طاروا بها منا مقدرتشمون بنا نصورها ممعليش تبعوا للاخير حين تكتشفوا الطريقة والمقدير اللي حذرت بهم هذه الكوكا بسم الله نبدأ وعلى بركة الله في المقدير وطريقة التحذير في البداية نبدأ في الحشوة البنات باش يبرد لاحظوا معي قدرت مقلة حطيت فيها حوالي اربع ملعق من الزيت بصل قدرت ثلاث حبات فلفل سنينة تسوم ربيتهم وعندي كمية من الطماطم حوالي اربع حبات قطعتهم مرقيق لاحظوا في البداية حطيت البصل يتقلى مليح تنزباد وضفت الطماطم كما راكم تشوفوا خليوا البصلة يضوب مليحة البنات وضفوا الطماطم وغلقوا عليها وخليها حتى تتجمر مليح لاحظوا معي البنات انا حبيت انكل اخي الولادين انتم كما حبيتوا اضفت حبات جريوات انهم ميحبوش يتناولوا للخضر درت جريوات ربيتها زوج حبات جزر كبار ربيتهم ودرت توابل فلفل توابل مشكلة ملح مكعب جامبو وفلفل اسود وانتم ديروا التوابل اللي تحبوها خليها تتقلم ليح لاحظوا البنات الحشو التاعي راهو ناشف لاحظوا لازم الحشو مضيفه احتقتره ما راهو ناشف نغلق عليه الخضرة اللي ضفتها اللي راح تطلق الماء ويطيب فيه الخليط نحو العجينة عندي كاس شاب يرفض 250 مل لتر من الماء 4 كاس زيت ملعقة صغيرة ملح نخلط كل مع بعض هذا العجينة المورقة هي البنات خاصة بمملاحات إذا كنتوا شفتوا الفيديو اللي فات اللي درتوا في الجالوزي بدرت له السكر ولكن في الوصفة الملحة مستغنوا عن السكر هذه البنات لاحظوا نضيف الفارينة 500 قرم واللمها كما راكم تلاحظوا نحاول نعجنها وندخل كلش مع بعض ما عندهاش الميزان وما قدرش توزن الفارينة نضيف الفارينة غير بشوية حتى تتلملها وتكون طريب هاد القوام اللي شفتوه وتحبس لاحظوا معايا هاد العجينة المورقة يا البنات ناجحها مليار بالمياه تقدروا تديرها الجميع المملحات اللي تحبوهم نرجعوا للحشوات نخلطو لاحظي نرى كلش طايب نحن نحن نشفة البنات نطفي عليه ونخليه يبرد نرجع للعجينة التاعي نرتاح حوالي خمس دقايق فقط ونبسط فيها على شكل مستطيل البنات انا راح لي المقطع هنا معلش بعدما بسطتها كما راكم تشوفوا بديت الرابي فيها حكمت 250 قرام مقارين توريق رمضتها مليح في الفارينة كما راكم تشوفوا كما راكم تشوفوا كي نحس المقارين تاعي بدات الزوب نعود ان نغبرها في الفارينة كي نكون الرابي فيها نحاول نوزع كامل كمية المقارين على المساحة بتاع العجينة ونبدأ الرولي فيها كما راكم تلاحظوا لاحظوا معي الجهة اللين نغلقوا منها اللي عجينا يا البنات نخلوها في الأسفل ونحكم الحلال تاعي نبدأ نضغط من الوسط حتى الأطراف لاحظوا بهذه الطريقة كما درت البنات في وسط الجالوزي المحلات لاحظين روش الفارينة ونضغط بالحلال بها الطريقة ونضغط بالحلال ونجعلها ترتاح إذا كانت ما تتكسل شي معايا نجعلها ترتاح حوالي 5 دقايق ونرجع لها وإذا ساعدتني العجينة في الخدمة نكمل نحلها عادي لاحظوا معايا هنا راح نحلها رقيق لاحظوا ونطويها طوية الكتاب كات التوغ وخلاص يعني سهلة جدا لاحظوا معايا هذه اسمها طوية الكتابة البنات يعني خلاص العجينة المورقة التاعي راهي جاهزة نجعلها ترتاح ونرجع لها لاحظوا البنات هنا راح نقسمها على ثنين لاني راح نضير طبقتين طبقة الأولى والثانية راح نوري لكم العجينة ان شاء الله تبين ونقسمها ونقسمها بنات الكاميرا لاحظوا نحل في القطعة الأولى نضعها في السنوة بعد مدهنتها بالزيت ونضع الحشوة كمية الحشوة كمية الحشوة لكي تحديثة لكي تحديثة لكي تحديثة لكي تحديثة ملعقة كبيرة لاحظوا معايا هنا نضعت فرماجة كمية الحشوة نضع القطعة الثانية من الفوق راح نغلق عليها كما راكي تشوفي رفدتها بالحلال ونقطع الزوائدة البنات لما تعرفش القيس تحكم سنيوة تحكم سنيوة تحطها على العجينة وتقطع باش تجينها قد قد ما تظلش تقطع كما راني نديرانا نلاحظوا هنا راح نقسم مربعات تاع الكوكا اذا حبيتي تغيري الشكل ديري مثلثات او مستطيلات كما تحبي نلاحظيك يكون نشكل في الكوكاية نقطع حتى التحت كامل فقط نطرسيهم وندهن بصفار بيضة وقليل من الحليب اذا كان عندك متواجد الزيتون زينيها بحبة الزيتون ودخليها الفورن مباشرة مسخن على 180 درجة كي دخلي الكوكا تاعك نقصيه 150 درجة وخليها طيب بغرضها لاحظوا معي البنات بعد ما طابت الكوكا تاعي هي سخنة ولادي والله ما خلوني يصورها لاحظوا توريق البنات البنة الريحة مفرمجة على سلة البنات والله وصفة رائعة جدا ورا يسخون البنات ونراني نصور لاحظوا التوريق تمنيت لو كان كنت تسمعوا في القرمشة ولكن أولادي في البيت ما قدرتش كيف نصور لكم ما قدرتش كيف نصورها لاحظوا معي تعرفوا الأولاد كي يكونوا في الدار وخاصة لقدرتهم حاجة يحبوها لاحظوا راي معسلة من قرمشة ما شاء الله نتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها الأطفال كم أكيد حين يفرحوا بها خاصة لعجينة يا البنات اشتركوا في القرمشة ومعجبتكم الوصفة معلومة غيروا لجامل بنات بارتاج بين أحباب الأصدقاء فاشترام الفائدة ويطلع على فيديو ويستفادوا كامل لاحظوا معسلة ومفرم جاية البنات تمنيت قتلكم يلو كان ذوقها والآن مبقى لغير قولكم ادامتم في رعاية الله وحفظه السلام اشتركوا في القرمشة